إذا كانت وجهة السؤال للمجتمع فرداً وعائلة هل تستقيل عن العراق؟ فالإجابة أكدتها الشوارع والأصوات لا لكن المسؤول يستقيل من منصبه إذا تفاقمت المشكلة وأصبحت وباء من نوع آخر وباء قطاع الكهرباء استقال وزير الكهرباء ماجد حنتوش دون تفاصيل أو تأويل وهذا معلوم غير مفهوم قد يفسر اعترافاً بالضعف على حل مشكلة كبرى بحجم قطاع الطاقة عن البيوت والمؤسسات لكنها أيضاً وفي قراءة أكثر قصوى تظهر حجم المجهول الذي يتربص بالعراقيين في شتى أنواعه وأشكاله اغتيال وقتل وخطف وتفجير أبراج الكهرباء وفي توقيت المصري يعرض حياة الأطفال والنساء والشباب لموت مؤكد إذا كانت حرارة الصيف سيدة الموقف التي لا ترحمه الأرقام الشاسعة بين الحقيقة والمؤمل مؤلمة جداً فالحقيقة أن العراق ينتج بحصر مختصين 19 ألف ميجاواط فيما يحتاج إلى ما يتجاوز 30 ألفاً على الرغم من أن هناك إنتاجاً وفيراً صنعته عقول عراقية لكنه لم يجد له باباً وقد يكون صاحب المفتاح متقصد إغلاقه في وجه هيبة الدولة أو محاولة الضغط وأظهار صورة الحكومة بموقف الضعف وهو ما يمنع آفاق النجاح في الاستثمار والتحضير ليوم عراقي جديد يكون فيه العيش وافياً بشروطه الأساسية التي لا نقاش ولا جدال فيها كالكهرباء والماء في زمن الحداثة والتطوير لكن يحدث هذا أمام أنظار العالم إذ تنقطع الكهرباء عن جنوب العراق وبغداده ومعظمه هذا العراق الذي له في الكهرباء خير لا يقل حجماً عن خير اقتصاد دول العالم العظمى